الحركات في الصلاة أي حركة في الصلاة نستطيع أن نحكم على هذه الحركة بحكم من الأحكام التكلفية الخمسة كيشان حركتا إج أم حركتك ميجي داد دقارون تحنا إج حركتك ميجي إبتال دقن أو حركتنا حركة محرمة حركتك تحريمي هاتنا كرني الحرام كالأكل الشرب الضحك مثلا تسار ميجي خراك بخي يدا بكاني يدا قبي بخي حركة مكروهة حركة مكروه هي حركة قليلة لكنها لغير حاجة مثلا حركة هندك سار ميجي تحركة هندك دكي أما حاجاتها ويتهنة حركة مباحة وهي التي تكون لحاجة يعني مثلا إحتاج سقطت النقود من جيبي النقود من جيبي فأخذها بأدنى حركة يصح قسم السياجي حركتك جائزة يعني تدكري بكي أو حركة احتياجة تدها مثلا باريته جيوة تدكي تحكن دكي وان براهد دي أما جايزة حركة مستحبة هي الحركة التي تتوقف عليها كمال الصلاة يعني إذا تحرك كانت الصلاة أكثر حسنات حركة مستحب هنا أو حركة نجي هركي تسارون حركتها بسنية يعني ناكي تسبر بكي حركتها ناكي ويشغي تخريدها قازنشتكي زاف الحركة الواجبة هي التي توقف عليها صحة الصلاة إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة حركة واجب يعني تميجدها واجبة سارتها تحركت بكي أو حركتنا جي هركي تحركت ناكي ميجة طيبة باطلة يعني مثاله وهو يصلي وجد على ثوب نجاسة يجب عليه إزالة هذه النجاسة فهذه حركة واجبة مثلا سار إنسان سار وجوده ويضا سار كنجوي يضا سار يرأو ميجتك نجاساتها هركي وي نجاساته لنا دا ميجوي بباطل في وقت دا ويورد ذا هركت سار ميجي بكي واجب دا